أهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نكمل معكم أخبار الأهلي وبالتحديد بعد ما خلاص تكلمنا عن أول جولتين بالنسبة للفريق في بطولة الدوري نبتدي بقى نتكلم عن استعدادات لمباراة القمة وبطولة السوبر ما بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله تعالى في أبوظبي بتحديد مدينة العين إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويرجع بإذن الله سالما بلقب السوبر وعشان تكمل انطلاقتك المميزة في هذا الموسم على مختلف الأصعيد فبالتالي استعدادات بدأت النهاردة بشكل مباشر على طول بعد انتهى مباراة أسوان بالأمس السعادات كانت من كنال مران صباحي كالعادة بالنسبة للأهلي مع كولر تدريبات كانت مهمة لكن الأهم بالنسبة لي إن كان فيه محاضرة فيديو استمرت لحوالي نص ساعة قبل انطلاق المران طبعا لقطات رحاليكم شايفينها أو دي لقطات من مران الأهلي الصباحي النهاردة بالتحديد وكان الكلام من خلال محاضرة فيديو مهمة جدا اتكلم فيها كولر مع اللاعبين في نص ساعة تقريبا عن كل التفاصيل الفنية أو ملاحظات الفنية ممكن تكون متتعلق بمباراة الأمس أمام أسوان وكمان التركيز على خلاص المباراة المجبلة وهي مباراة الزمالك في السوبر العد التنازلي المباراة دي خلاص ابتدى لأن خلاص انت النهاردة الاثنين عندك تدات واربعة وخميس ومتش يوم الجمعة فتلات أيام بخلاف النهاردة استعدادات مهمة وكان ده من خلال كمان الحديث عن هذه المباراة ومدى أهميتها النهاردة كمان كان فيه تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالنسبة للعابين وتدريبات أيضا لحراس المرغم زي ما حالكم شايفين كده على الشاشة ويمكن الفرقة اللي شاركت انبارح في المباراة بشكل كامل أو اللي خدت عدد دقيق أكبر كان ليهم تدريبات استشفائية لكن في المقابل اللي كانوا عدد دقيق أوليلة من المباراة أو حتى اللي مشاركوش خالص المستبعدين كان ليهم تدريبات فنية وبدنية قوية وبعض تدريبات الكرة وأيضا في نهاية المران كان فيه تأسيمة مصغرة بمشاركة ثلاث فرق من اللاعبين الإجابة في الحقيقة يعني طبعا عدد بيرسي تاو من خلال ماتش مبارح يعني حتى الدقيق الأوليلة اللي لعبها أظهرت مدى جهزيته بصراحة إن شاء الله بإذننا يكون إضافة للفرقة في الفترة اللي جاية خليني أقول لكم كمان إن كان النهاردة في جلسة ما بين كولر وكابتن سيد عبدالحفيز بخصوص الترتيب لمبارات السوبر وبعض الأمور اللي تطرق لها كولر خلال هذه الجلسة إن شاء الله الفريق يكون موفق ممكن يكون يعني مدايق الجمهور شوية حتى الديانج لسه تاني حايد على حضراتكم موقفه لم يحسن بعد لكن نسب يعني التعادة عن هذه المباراة أكبر بكتير من نسب مشاركته فيها لكن ننتظر لأنه فيه متابعة لحالته خلال الساعات المقبلة وهيتحدد بكرة يعني مدى إمكانية صفر مع الفريق أو لا لسه ما فيش قرار نهائي عشان الأمور تبقى واضحة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي لكن تواجد ينجى أكيد هيكون مهم حتى لو مش متواجد فيه عندنا عناصر مميزة جدا في وسط الملعب سواء السلاية طبعا حمد فاتحي عندك أكرم توفيق بيجيد في المركز ده عندك ناس كتير قوي تقدر تلعب في المكان ده ففرقتنا ما شاء الله قوية إن شاء الله بإذن الله يكونوا موافقين في مباراة السوبر